بكورونا بقى وكوفيد 19 ما ده هنتكلم فيه بقى اهل داخل فينا بالضبط احنا الكورونا دلوقتي بتيجي بالحرارة سواء بتنزل معوية بالنزل شعبية بيبي بيجي التشنج الهراء الهيربس الروتا ايا كان فاحنا بيحصل التشنج يعني ممكن يبقى الطفل ده سخن نتيجة كورونا نتيجة عدوى الكورونا ثم بعد ما حصل العدوى الكورونا بدأ يحصل تشنج لاننا بنقول احنا 5% من الاطفال عندهم ده وكل ما يكون الطفل صغير يبقى التكرار وارد يعني لو الطفل ده مسلا سنة وثلاث شهور فيما اقل بيبقى وارد التكرار لو الطفل اكبر من كده بيحصل التكرار في 30% من الاطفال ولو اتكرر في فترة قريبة يبقى لازم برضو نعمل فحوصات اللي احنا لسه هنتكلم عليه نعم فيروس كورونا السنة اللي فاتت كان نكون نسمع ان هو بيجي الاطفال بطريقة بسيطة ان هو مش بيجي لكل الاطفال ان هما الاطفال مش مجل الخطر خالص وبس ممكن ينقلوا العدوى لكن مش هما اللي بيصابوا المرات دي لا احنا سمعين عن اطفال كتير جالهم طيب هنقول احنا كلامنا ما تغيرش الى الان احنا ما قلناش ما بيجيش الاطفال لو انتي هتراجع حلقاتنا شاهد لا بيجي بس هارت قولت قليل او بسيط احنا بنقول لغاية دلوقتي انه 85% ودي المشكلة الكبرى على فكرة انه 85% من الاطفال بالاحصائيات البوزيتيف اللي هم عندهم كورونا ما بيصارش هالهم اعراض بقى قنبلة موقوطة عندك في البيت يعدي كبار لكن هو كويس بقى يعمل حاج معاقلي في العدوى لانه هو غير ما عزلناهوش فهو منطلق اضعاف مضاعفات قليلة ما زالت مضاعفات قليلة غير معروف ليه وفيها التكاتل تكون مش موجودة فعلا ده لسه زي ما هو طب الاطفال اللي بتجيلها جمدة دي بيبقى اطفال اصلا عندها امراض لو عنده طبعا مشكلة اخرى مرضية زي اطفال اللي عندهم مشكلة في القلب زي ما قولنا او عندهم السكر او عندهم مشكلة في الجهاز تنفسي كل ده حاجات مزمنة ممكن تساعد عندهم حساسية يا دكتور الحساسية ده احنا بالنسبة لي ما اعتبرش شي حاجة يعني ان شاء الله ما يقلقوش الامهات ما تقلقش لا خلال ادوار لو هي راجعت بالزاكرة سنفاتها نفس التوقيت بيحصل نفس الاعراض ونفس فكرة المضاعبات لكن هو مشكلته انه الطفل دوت موجود في وسط اطفال في وسط الناس كبر في السن عندهم امراض مزمنة وفيبدأ يبقى هو قنبلة لنشر العدوى وخصوصا ان معظمهم ما بقاش تصاهر عليه اعراض وهنا نفس الصورة اللي معنا دي بتقول بردون هي نفس الاعراض دي نقطة السلالات الجديدة ضيوب من الحاجات الابديت اللي احنا بتكلم فيها مهمة جدا فكرة انه مش لازم الفيروس حصل له تحور مش لازم بتدريك التحور ده فكرة حضرتك لما قلنا انه غالبا الفيروسات بتتاجه ان هي تبقى قضعة وعشان تعيش عشان الهوست بتاعها او العائل بتاعها اللي هو الانسان يعيش لو هو عاش الانسان هيعيش الفيروس فبالتالي حصل الطفرة او الدليشن دوت في الكورونا فحتى كلام النظام صحة لما يا جماعة لا ده الموضوع بقى اكثر انتشارا الطفرة اللي حصلت بس اقل خطورة الحمد لله اذا التشنجات ممكن تصيب الاطفال اللي عندهم كوفيد 19 او كورونا طبعا بحرارة طبعا طبعا بحرارة طبعا بحرارة طبعا بحرارة كورونا